تثير عمليات الاعتقال العشوائية التي تنفذها القوات الأمنية وميليشيات الحجد في عدة مدن شمال وغربية العراق تثير مخاوف العودة لسنوات المخبر السري لا سيما بعد أن اتسعت هذه الاعتقالات في الأونة الأخيرة لتشمل مناطق ضواحي العاصمة بغداد وطالت أعدادا كبيرة من المواطنين وأقر مسؤول حكومي رفيع أن أكثر من 80% من الاعتقالات الأخيرة التي أعقبت تفجيري ساحة الطيران لم تكن بناء على مذكرات قضائية بل من خلال عمليات منح فيها الضابط أو المسؤول الأمني عن المنطقة بمن فيهم زعماء الميليشيات الصلاحية في الاعتقالات الظنية مؤكدا أن الاعتقالات تركزت في صلاح الدين والأنبار ومناطق حزام بغداد إضافة إلى الموصل وضواحيها ولفت إلى أن قوات الأمن في مناطق كثيرة عاودت الاعتماد على متعاونين بصفة مخبرين وتتعامل مع المعلومات التي يقدمونها بالجدية كبيرة مبينا أن الحواجز الأمنية المتنقلة بدأت تنصب في مداخل تلك المناطق وتشهد أيضا اعتقالات كثيرة بناء على اجتهادات أو انطباعات المسؤول في النقطة الأمنية النائب عن محافظة ديال رعد الدهلكي حذر من خطورة عمليات الاعتقال تلك وقال إنها أثبتت فشلها في السنوات السابقة وكانت نتائجها سلبية على استقرار وأمن العراق فيما أكد عضو لجنة الأمن في البرلمان السابق حامد المطلق أن الكثير من المعتقلين الذين حكموا بناء على وشاية المخبر السري ما زالوا في السجون إلى اليوم ولم يصدر أي توضيح حكومي أو قانوني تجاههم عملية دهم واعتقال عشوائية وانتقامية بدت وكأنها محاولة لإعادة إنتاج مرحلة الشد التي تسببت بها سنوات الظلم والتهميش تبحث عنها أحزاب ما تزال تتحدث بنفس طائفي وتريد أن تستعد للانتخابات عبر إعادة العراق إلى مربع الاحتراب بدلا من انتشاله من أزماته التي تسبب بها نظامهم المحاصصي الفاسد